الرب يبارككم شباب والرب يملأكم بالسلام الأبدي وبالفرح الأبدي تعيشون قوة الكون وتعيشون فرح الكون وتعيشون سلام الكون قل معي الآن قل يخرج من أعماقي ضوء ونير به الأكوان قل هذا قل يخرج من أعماقي ضوء ونير به كل الأكوان أعماقي أعماق الفرص الأبدية قول أعماقي أعماق السلام الأبدي أعماقي أعماق الحب الأبدي أعماقي أعماق الجمال الأبدي اشعر بهذا هذه حقيقتك الحقيقة في أعماقك في أعماقك ما فيه إلا الخير الأبدي والسلام الأبدي والفرح الأبدي لأن أعماقك هي خالقة تعرفون أعماقك ماذا خالقة أعماقك هي الرب أعماقك هي الأكوان فدائما تعيش من أعماقك وأريد أن أقول لكم شيء مهم أيضا أعماقك لا تقوم بتذكيرك بالظروف السلبية تؤنبك ممكن على أخطاء أنت ارتكبتها أعماقك تحبك فأي فكرة سلبية أتت هيك من الماضي تفكر فيها تقول لماذا قلت كذا لماذا تصرفت كذا لماذا عملت كذا تركها أعماقك تحبك أعماقك تريد لك السعادة فتقول هذا الآن قول قول أعماقي تريد لي السعادة أعماقي تريد لي النجاح فدائما اتحد بأعماقك أعماقك هي أعماق الأبدية أعماقك أكوان من النجاح قول هذا أيضا أعماقي هي أكوان من النجاح أعماقي هي أكوان من الحب الأبدي أعماقي هي الذكاء أعماقي هي الفرح أعماقنا أبديتنا فقول أيضا أعماقي يخرج ضوء أنير به كل الأكوان أريد أن أوجه لكم رسالة أقول لكم شبابنا أطمئنه كثيرا حياتكم فيها خير كثير والقادم أجمل مما أنت تتصور في حياتك يحتاج فقط أن تفهم أن حقيقتك ضوء وأن تتحد بهذا الضوء وكرر ماذا يحتاج يحتاج فقط أن تفهم أن حقيقتك ضوء وأنك تتحد بهذا الضوء أعماقك كل الخير وكل السلام وكل الحكمة وكل الإبداع أنه أنها الرب العظيم هذه هي أعماقك فقول الآن قول أعماقي هي الرب العظيم قول أعماقي هي الكون العظيم قول هذا أعماقي فرص أبدية من النجاحات والإبداعات هذا هو أنت فأنت في الأعماق يعني حقيقتك أنت مش الجسم المادي أنت في الأعماق أنت في الضوء من الضوء أنت في فكر الضوء في روح الضوء في حياة الضوء هذا هو أنت وحقيقة نحن نعيش في كون الضوء ما فيه إلا الضوء تعرفون؟ يعني المادة التي أنت تراها مثلا الشارع المدينة بيتك في حقيقتها ضوء ليس الثابتة هذه كلها ترددات يعني بيتك لا تعتقد أنه ثابت مش هيكي هذا بيتك كله ترددات جسمك يعني لا تنظر ممكن إلى يدك وتقول أها هذه يدي لا مش هيكي جسمك كله ضوء فهكذا ترى حياتك تعيش من الضوء تحيا بالضوء شخص يسل يقول أستاذ ممكن أعرف كيف شكل الضوء الذي يخرج مني كيف تصوره يعني مثلا تصور شكل الضوء عادي يكفي سؤال جدا رائع أجيبك الضوء لا نقصد به هذا الضوء العادي هذا الضوء هو ضوء غير مرئي بدون لون حقيقة هو ضوء ممكن نسميه فراغي هو ضوء فيه طاقة وفيه حكمة وفيه ذكاء وفيه جمال وفيه قوة هو هذا الضوء الضوء مش لون ممكن يعني تقوم باقترانه هذا المعنى باقترانه بلون لكن هو مش لون تعرفون هذا وأريد أن أجيب بالمناسبة حول هذا الموضوع وأنا أشكرك حقيقة أنت أتيت بهذا السؤال يسألوننا يأتون باستمرار يرثلون لنا رسال يقولون لي أريد أن أوضح هذا ما هو الفرق بين الضوء والنور يسألوننا هذا السؤال أوكي الضوء شبابنا الضوء مش مقترن باللون الضوء هو طاقة عقل الرب تلاحظون طاقة عقل الرب هذا الضوء الضوء هو جزء منه فيه لون وجزء منه فيه نار أيضا ننتبه الضوء جزء منه فيه لون وجزء منه فيه نار وقلنا أعتقد قلت للطلاب الآخرين أيضا سوف نرتب الحلقة نرفعها أنه أنه النار هي خالقة النار خالقة يعني الأرض متكونة من النار أجسامنا متكونة من النار أو من الضوء نفس الشيء الهواء الذين تنفسوا فيه نار تعرفون هذا فالنار خالقة النار جزء من الضوء الضوء هو النار وهو اللون وهو الفراغ وهو الموسيقة وفيه أيضا الكلمة الكلمة البانية وفيه هذا الضوء وفيه معادلات رياضية غير مفهومة غير معروفة وفيه أيضا الأشكال الهندسية نركز على هذا الآن في الضوء هناك الأشكال الهندسية التي تمثل العوالم المادية يعني فيه المثلث والمكعب والحلزون والدائرة فهذا هو الضوء فعندما نقول الضوء الضوء لا تعتقد أنه مقترن باللون فهو يختلف عن النور يختلف عن النور النور نعم لون معين يعني سؤلنا حول الضوء والنور النور ممكن النور ممكن جزء بسيط من الضوء النور اللون فالضوء هو متعدد المستويات جزء منه لون وجزء منه نار وجزء منه فراغ وجزء منه موسيقة وجزء منه الكلمة وجزء منه الأشكال الهندسية وجزء منه غير مفهوم هذا الضوء هو هذا تعرفه الذي هو طاقة عقل الرب وهذا الضوء هو فيك فهذا هو جوابنا ما هو المعنى أو الفرق بين الضوء والنور يقول شخص ممكن توضح أكثر كيف نتصوره أنت لا تتصوره لاحظ في البداية افهمه حاول أن تفهمه حاول أن تدرسه يعني مش أنه تقول أريد أن أتصوره بدون أنك أن تفهمه هو فوق التصور أخواني وخواتي أقول لكم شيء هذا فوق التصور هو فوق التصور وإنما الفهم والإحساس به هو هذا يعني فهمه الإحساس به أو ممكن نستطيع أن نقول محاولة فهمه محاولة الإحساس فيه محاولة إدراكه مش نتصور ولا يتصور فوق التصور الظو فوق التصور أنا أراه أنا أراه لكن لا أستطيع أن أصفه يعني كل الذي وصفته هو بهذه الكلمات عندما قلت أن الظو هو مستويات متعددة يعني أنا أراه لكن أنا لا أستطيع أن أصفه أنا وصفته لكم بهذه الكلمات قلت أنه مجموعة من المستويات جزء منه لون جزء منه نار جزء منه فراغ جزء منه موسيقة وجزء منه كلمات بانية وجزء منه أشكال هندسية مع يعني بالرغم من هذا فهو أعلى من وصفنا أعلى يعني حتى هذا الوصف ضعيف بالمناسبة هو أعلى وأعلى وأعلى لأنه هو الأبدية والأبدية لا توصف بكلمة الأبدية لا توصف بالكلام أكرر الأبدية لا توصف بالكلام نحاول نحاول فقط أن نتحسس لاهظه نحاول فقط أن نتحسس أو نفهم جزء من جزء 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 من جزء جزء هكذا عشر العشر العشر من الواحد منها لا هو ليس شفاف هو متعدد المستويات هو مش هيكي أنت ما تقدر لا أنا أقدر ولا أنت تقدر ولا أي شخص في الأرض يستطيع أن يتصوره ما نقدر لا هو شفاف ولا هو مش شفاف لأنه عندما تقول شفاف ما معنى شفاف ما معنى شفاف الشفاف بالنسبة لنا لا هو الشفافية بالنسبة لنا حسب تصوراتنا لكن ليست حسب ما يعني العقل الكوني ذاته كلماتنا يعني مثلا شفاف فراغ أثير هذه كلمات بشرية كلمات بشرية هو أعلى من الكلمات البشرية يعني هو أعلى من الشفافية وأعلى من الأثيرية وأعلى من الفراغية هو كون أو هو عقل أو هو طاقة فوق الوصف من أجل أن تتصورها مطلوب منك أن تفهمها قليلا تحسها هيكي هو هذا جوابي من أجل أن تتصورها جوابنا رجان من أجل أن تتصورها مطلوب منك أن تفهمها تحسها تشعر بها قليلا هو هذا المطلوب نرجع للمناقشات من كتاب قوتك الغير منظورة ننتبه إلى هذه الفقرات لأن هذه الفقرات أو العبارات في غاية الأهمية شبابنا يقول هنا أو تقول هي when you first begin to visualize seriously you may feel as many others do that someone else may be forming the same picture you are and that naturally wouldn't suit your purpose don't give yourself any unnecessary concern about this simply try to realize that your picture is an orderly exercise of the universally creative power specifically applied هذا أو هذه العبارات مهمة جدا جدا شبابنا أوكي نركز عليها ووضحها لأهميتها عندما يكون لديك هدف في بعض الحالات وهذا معروف يعني حقيقة حتى يناقشوا في الإنترنت يعني في بعض الحالات ممكن نفس الهدف تجد البناء الإيجابي يطبقه أكثر من شخص يعني مثلا بيت مثلا تريد أن تشتري بيت فأنت تفكر تقول ممكن أشخاص آخرين ممكن أشخاص آخرين أوكي يبنون نفس البناء الإيجابي لنفس البيت الذي أريد أن أحصل علي فهنا يدخل الشيك لأنه سوف يصبح تنافس أليس كذلك؟ سوف يصبح ماذا؟ تنافس يعني ممكن تقول ممكن هدفي لا استطيع أن أحققه هذا الشيك اتركه وتجنبه لا تفكر به لأنه مش صحيح لا تفكر به مش صحيح بمعنى هدفك هدفك أن تتبنيه وأن تحاصل عليه بدون أنك تسهل نفسك ممكن أشخاص آخرين يبنون نفس يعني نفس البناء الإيجابي ليحصلون على نفس الهدف اترك هذا لا تفكر فيه تقول يجب أن تعرف أو تكون على يقين أن هدفك هو فكر الرب هكذا تكون على يقين أن هدفك ماذا؟ هدفك هدفك ماذا؟ هو فكر الرب فهنا ممكن كوز يعني يكون هيك كالتالي أوكي ثلاثة أشخاص يفكرون بالحصول على نفس البيت مثلا يعني في نفس المنطقة نفترض هيك يعني على نفس البيت في نفس المدينة ماشي يطبقون البناء الإيجابي وأنت أيضا نفترض أنت الشخص الرابع فكيف أنت فكيف أنت تقوم بالحصول على الهدف فكيف أنت تقوم بالحصول على الهدف وبقية الأشخاص هيك نقول أيضا يطبقون نفس البناء الإيجابي للحصول على نفس البيت فنأتي الآن بالأسئلة مثلا أليف أنت ترى أن هدفك هو فكر الكون ولا تفكر بالبقية هل هم يطبقون لا يطبقون يعني نفس التفعيلات للحصول على الهدف هذا واحد هذا أليف ب وصلح هذا عفوا تقوم بالتركيز على الهدف ووضع النوايا أكثر يعني ووضع نوايا تحقيق الهدف نقصد ووضع نوايا يعني تحقيق الهدف مع الإرادة أكثر من البقية حسنا حسنا ب جيم تغير البناء الإيجابي وتجعله باتجاه بيت آخر هذا هذا جيم دال تنتظر لفترة ثم تقوم بتطبيق البناء الإيجابي هذا دال لام ننتبه جيدا شبابنا لام أنت ترى أن هدفك هو فكر الكون ولا تفكر بالبقية هل هم يطبقون لا يطبقون نفس التفعيلات للحصول على الهدف مع تكرار الصلاة العلمية باستمرار ووضع تفصيل تفصيل يعني هذا نقصد في البناء الإيجابي للهدف أوكي مع وجود الإرادة في الاستمرارية أوكي في البناء في الاستمرارية في تطبيق في تطبيق البناء الإيجابي مع النواية مع قوة النواية تفصيل تفصيل الغص little تفصيل جواب واحد فقط نصغر هذا واضح شبابنا نصغره أكثر دوني مجال من فضلكم يسي ذات ناو فإذا ثلاثة أشخاص يفكرون بالحصول على نفس البيت في نفس المدينة يطبقون البناء الإجابة وأنت أيضا الشخص الرابع فكيف نقرأ السؤال يعني فكيف أنت تقوم بالحصول على الهدف وبقية الأشخاص أيضا يطبقون نفس البناء الإجابة للحصول على نفس البيت تختار جواب واحد فهل أليف هل أنت ترى أن هدفك هو فكر الكون ولا تفكر بالبقية هل هم يطبقون لا يطبقون نفس التفعيلات للحصول على الهدف أم تقوم بالتركيز على الهدف ووضع نوايا تحقيق الهدف مع الإرادة أكثر من البقية أم تغير البناء الإيجابي وتجعله باتجاه بيت آخر دال تنتظر لفترة ثم تقوم بتطبيق البناء الإيجابي لا أنت ترى أن هدفك هو فكر الكون ولا تفكر بالبقية هل هم يطبقون لا يطبقون نفس التفعيلات للحصول على الهدف مع تكرار الصلاة العلمية باستمرار ووضع تفصيل في البناء الإيجابي للهدف مع وجود الإرادة في الاستمرارية في تطبيق البناء الإيجابي مع قوة النوايا في الهدف يعني نضيف هذا فأي الأجوبة صحيحة أو أي جواب واحد طيب شخص اختار أليف وطلاب آخرين اختاروا لام طبعا الجواب الصحيح هو لام ليس أليف فليه طالب منكم اختار أليف ما هو السبب يعني ممكن يكتب لنا ليه اخترت أليف الجواب الصحيح لام أكتب هذا الجواب الصحيح لام ليس أليف ممكن نقول إن لام هو يعني ممكن نقول لام موسع بتوسع أكثر من أليف أليف ممكن يعني جزئي لكن لام يعطي وضوحية تامة فلام أنت ترى أن هدفك هو فكر الكون ولا تفكر بالبقية هل هم يطبقون لا يطبقون تستمر أنت تكرار الصلاة العلمية ووضع تفصيل في البناء الإيجابي للهدف مع وجود الإرادة في الاستمرارية في تطبيق البناء الإيجابي مع قوة النواية في الهدف فلام أوكي صح جدا شخص يقول تفهم جيدا حقيقة إنك ضوء كوني وتقوم ببناء إيجابي باستمرار وإرادة صح وتكوين صورة تفصيلية عنك والهدف متحقق yes very good ممتاز جدا صحيح جدا أوكي رائع نقرأ من هنا your personal advance in evolution depends upon your right use of power of visualizing and your use of it depends on whether you recognize that you yourself are a particular center through and in which the originating spirit is finding every new expression for potentialities already existing within itself هذا هذه الفقرات مهمة جدا 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 حياتك حياتك بصورة عامة كيف تعيشها حياتك يعني من الآن فصاعدا كيف تعيشها تعيشها عارفا إن فكرة الرب أن فكرة الرب دائما يشتغل من خلالك يعني تطورك في حياتك وأنت تعيش في الأرض حقيقة يعتمد اعتماد مهم إن يعتمد اعتماد مهم على إنك تعرف إن إن الرب يستخدمك لا يستخدمك بمعنى يشتغل من خلالك يعبر من خلالك هذا هو معنى التطور الذي فيك فماذا عليك أن تفعل أنت تقوم لاحظوا أنت تقوم بتطوير فكرك يعني اليوم القادم تقول أنا الظوء الأبدي واليوم بعد القادم تقول أنا كل الأكوان واليوم بعد القادم القادم تقول أستلم فرص عظيمة كونية أنا ممتلئ بالخير الأبدي أنا ممتلئ بالسلام الأبدي أنا قوة كونية أنا قائد كوني أقود الكون باتجاه الخير والسلام هو هذا التطور التطور بمعنى التطور بمعنى التقدم الانفتاحي مش زي الأخبار التي تسمعوها على أساس الكون ينكمش وهناك يوم قيامة وهناك حروب قادمة هذا خطأ احذر منه هذا ليس تطور احذر منه هذا هذا كله فيه فبركة صناعة صناعة فبركية التطور انك تعرف انت مركز الرب انت قوة الرب والرب يستخدمك او قوة الرب او طاقة الرب تشتغل من خلالك في انك تبدع اكثر تمتلئ بالخير اكثر تمتلئ بالحكمة اكثر تمتلئ بالسعادة اكثر تمتلئ بالجمال اكثر هذا هو التطور فممكن كوز يكون كالتالي ما معنى التطور هيكي ما معنى التطور وكما درسته من كتاب قوتك الغير منظورة هنا لاحظوا هذا فنأتي الى اليف اوكي معناه اننا نرقى بالفكر فقط هيك يعني با معناه اننا نرقى بالحصول على وظيفة ممتازة هذا با اوكي جيم معناه اننا نفهم معاني كونية جديدة تساعدنا في التطور الروحي هذا جيم دال معناه معرفتنا وادراكنا ان الطاقة الكونية تكون في مركز افكارنا ونحن نفعل هذه الطاقة الكونية باتجاه باتجاه تطورنا الروحي والفلسفي والفلسفي والحضاري وتحقيق اهدافنا فنا فما هو الجواب الصحيح شبابنا صح جدا فإننا الجواب الصحيح هو دال معناه معناه معرفتنا وادراكنا ان الطاقة الكونية تكون في مركز افكارنا ونحن نفعل هذه الطاقة الكونية باتجاه تطورنا الروحي والفلسفي والحضاري والعاطفي اوكي وايضا تحقيق اهدافنا صح جدا فإذا دال الجواب الصحيح الجواب الصحيح دال هنا يقول ننتبه إلى هذه العبارات هذا مهم الآن في علوم تحقيق الاهداف اخواني واخواتي في علوم تحقيق الاهداف لا تجبر الكون عن طريق انك تبني البناء الايجابي مجهدا هذا المصطلح يعني بالاجهات فلا تعمل هذا الكون لا يشتغل بالاجبار يعني لديك هدف لديك هدف تريد ان تحققه فلا تحقيق فلا تقول تقوم بالبناء 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 الاجابي وانت لديك شعور خوف لكن كل ما تشعر مثلا تأتيك يعني تأتيك أيام أو أوقات تشعر بالهدوء والسلام تعيش كأنه يعني في وضع الهدوء وعي الهدوء فهذا الوقت يكون مناسب انك تبني البناء الايجابي مهم جدا هذا الذي نقوله أو أيضا هي التي توضحه ان الاهداف تنجح عندما نبنيها بهدوء ونبنيها بهارمونية لا تبني الهدف وتريد أن تجبر الكون إنه يجب أن أحصل كلمة هيك يعني يجب أن أحصل تجنبها يجب أن أحصل تجنبها يعني البناء الايجابي بالجهد تجنبه هذا مواضح شبابنا وهذا أحد الأمور المهم حقيقة في علوم تحقيق الأهداف أنك لا تبني بناءاتك الايجابية بالإجبار أو بالجهد هذه أيضا مهمة جدا أنك تأخذها يعني بنظر الاعتبار أقرأ هنا لأن هذا مهم حقيقة نجب أن تتعرف عليه يقول the originating principle is not in any way dependent upon any personal place or thing it has no past and knows no future ننتبه الآن هدفك هدفك لا تربطه هذا مهم حقيقة هدفك لا تربطه إنه ممكن لا يتحقق بسبب ظرف أو بسبب أشخاص هذا غير صحيح يعني تلاحظون يعني هدفك لا تربطه وإنه ممكن لا يتحقق بسبب ظرف أو بسبب أشخاص ما هو السبب ما هو السبب لأن العقل الكوني خارج عن الظروف أيضا أريد أن أكتب لا تربط هدفك يعني ممكن تقول بسبب أخطائي في الماضي فهدفي لا يتحقق فلا تربط هدفك بأخطائك في الماضي ليس هناك علاقة انتبهوا هذا كلام مهم لأن الناس كثيرون يقول أنا أخطأت بالماضي الله الرب لا يرضى علي ولهذا حياتي تعبانة هذا خطأ بالفكر ما فيه علاقة ليس هناك علاقة ننتبه جيدا لأن العقل الكوني ما عنده ماضي ما عنده ماضي العقل الكوني العقل الكوني لا يحاسبك العقل الكوني لا يحاسبك على ماضيك انتبه لأنه العقل الكوني هو عقل يعني يكرر هو عقل خارج عن الزمن فلا تربط اهدافك بالماضي هذا واحد لا تربط اهدافك بشخص تقول بسبب اخي بسبب ابي بسبب الشخص هذا واقف في طريقي ليس هكذا فلا تربط اهدافك بشخص ولا بظرف ابدا لا تعمل هذا اعرف ان اهدافك متحققة لانها يعني اهدافك هي فكر الرب في العمل او قوة الرب او طاقة الرب بالمناسبة عندما اقول فكر الرب يعني اقصد فيه طاقة لاحظوا طاقة الرب او خطط الرب او حتى نقول نوايا الرب في العمل هذا مهم حقيقة الموضوع جدا مهم هذا العقل الكوني هو الابدية المستمرة في ابديتها خارج عن الزمن العقل الكوني مملوء طبيعته محبة وذكاء وحكمة فتكون هكذا انت فتكون هكذا تعيش يعني انت ايضا مملوء محبة وذكاء وحكمة واهدافك هي اهداف الكون ذاته فأحد الامور التي تعطل تحقيق الاهداف ان الشخص ممكن يتذكر اخطاءه في الماضي ويربطها بهدفه هذا خطأ واضح شباب مهم جدا هذا حقيقة الامر ايضا متوقف حول هذه المناقشات اجزاء مهمة ناقشناها نصلي الآن شباب الصلاة مهمة والصلاة كما قلنا في اللقاء السابق اهم الاعتبارات وهي فوق الفلسفات وفوق المحاضرات وفوق الدروس الصلاة انت باني مع الكون فنعلن تتبعني نعلن تعلن معي انت فوق الزمن وانت فوق ممكن اي خطأ ارتكبته في الماضي والكون يحبك الكون يباركك فتقول انطلق الى حريتي يقول هذا انطلق الى ابداعاتي انطلق الى جمالي انطلق الى حريتي واعلن انني مركز الفرص العظيمة اعلن انا الفرص العظيمة ذاتها استلم فرص عظيمة اكثر في حياتي اليوم وكل يوم استلم خير اكثر في حياتي اليوم وكل يوم استلم سلام اكثر في حياتي اليوم وكل يوم أنا قائد كوني أقود الكون باتجاه الخير والسلام في كل نفس أتنفسه أزداد محبة وأزداد حكمة وأزداد سعادة وأزداد جمال الكون يباركني والكون يملأني بكل البركات الكونية الكون يباركني وملائكة الأكوان تباركني وقادات الأكوان تباركني في أعماقي فكر الرب في أعماقي طاقة الرب أنا فكر الرب أنا طاقة الرب أنا عوالم من النجاحات أنا مستويات أبدية من النجاحات ومن الإبداعات في كل نفس أتنفس أزداد ذكاء وأزداد قوة وأعلن حياتي من حياة الكون أعلن ظروفي من ظروف الكون أتجدد بالشباب الكوني أتجدد بالمحبة الكونية حياتي روحي فكري عواطفي ظروفي من حياة وروح الكون أستلم فرص عظيمة أعيش فرص عظيمة حياتي حياة عظيمة أعلن أنا النجاح الأبدي أعلن أنا المحبة الأبدية أعلن أنا القوة الأبدية أعلن أنا السلام الأبدي أعلن أنا الفرح الأبدي أنا مركز الحب الأبدي أنا مركز الحكمة الكونية الضوء يملاني ضوء الكون يباركني ضوء الكون يحميني أعلن هذا أعيش هذا أنا الضوء الأبدي حياتي حيات الضوء الأبدي روحي أنفاسي هي روح وأنفاس الضوء الأبدي آمين 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 فهذا هو أنت دائما امتلئ بأنفاس الروب هذا هو أنت دائما امتلئ بوعي الخير والخير كثير في حياتك والنجاح كثير في حياتك والحب كثير في حياتك والسلام كثير في حياتك والصحة كثيرة في حياتك لأننا نعيش في كون الكثرة وعيك هو وعي دائما خير أكثر هكذا وعيك هو وعي دائماً أكثر خير أكثر حب أكثر سلام أكثر فرح أكثر ضحك أكثر أطمئنان أكثر حماية أكثر هذه حقيقتك نحن من روح الكون أتينا نحن والرب واحد نحن بناءون مع الكون هكذا يجب أن تعرف هذا